أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من مصر جميلة إن لله وإن إليه رجعون البقاء والدعم لله وحده خالص العزاء للشعب المصري العظيم في وفاة المشير محمد حسين تنطاوي حياني ابتدي أطول بأخبارنا وأول خبر معايا بيقول الرئيس السيسي ينعي المشير محمد حسين تنطاوي فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه وكثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن إنه المشير محمد حسين تنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعب في تاريخها المعاصر عرفت المشير تنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها إذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير تنطاوي الصبر والسلوان الخبر التاني معايا مجلس الوزراء ينعي المشير محمد حسين تنطاوي نعى مجلس الوزراء ببارغ الحزن وعميق الأسى المشير محمد حسين تنطاوي والذي وفته المنية صباح أمس متوجها بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم وأسرة العسكرية المصرية وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله داعيا الله عز وجل أن يتغمضه بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وولهم ذويه ومحبه الصبر والسلوان الهيئة الوطنية للإعلام تنعي المشير محمد حسين تنطاوي ببارغ الحزن تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين المشير محمد حسين تنطاوي القائد العام لقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم البطولات وقالت الوطنية لإعلام في بيان لها أن الراحل له مواقف وطنية مشرفة وعظيمة ورجل دولة تولى مسئولية وإدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمقاطر والتحديات التي واجهت الدولة الحياة دي كانت أخباري خليني أروح كمان لحاجة مهمة وهي كل مرة يعني كل يوم بنحاول نحاول دايما نلقي الدوء عليها وهي فيروس كورونا المتحور المتلون المتبدل زي ما حضرتكوا هايزين تسموه لكن في النهاية هو في الآخر فيروس كورونا دلتا بقى مش دلتا الحاجات دي كلها احنا لازم نرجع تاني للإجراءات الاحترازية بتاعتنا عشان نحافظ على نفسنا نغسل إيدينا كويس جدا أو الكحول نلتزم بالكمامة نعطف حتة متهوية على قد ما نقدر نبعد عن الناس بلاش سلامات بالإيدي الحاجات اللي احنا حافظينها دي على طول لأن الأرقام ابتدت هي مش ابتدت هي عالية جدا فترة اللي فاتت وصلت حوالي 688 مش حوالي هي 688 مبارح و24 حالة وفاة ودي يعني أرقام استرشادية أقيد أكيد فيه أكتر من كده فاحنا عايزين احنا نحافظ على نفسنا بمجرد حضرتك أن انت تتبع الإجراءات الاحترازية العادية جدا وما حدش تكبر أنه يلبس كمان على فكرة يعني ما تكسفش يعني عادي كلها منلبسها وعادي ما فيش مشكلة خلص المهم من أن حيارتك تبعد الفيروس أنه تستنشقه سواء من المناخير أو من الفم فأنا على فكرة يعني يمكن معايا كمان ضيفي الكريم في الفقرة الأولى هيكلمني أكتر عن هذا الموضوع وهنتكلم عن أهمية صناحة اللقاحات في مصر وإحنا بنعمل إيه واللقاحات دي بتفيد بإيه وهنتكلم كمان عن استعداد دخول المدارس ودخول الجامعات إزاي أولياء الأمور والناس والطلبة يقدروا أن هم يستعدوا ويعملوا إيه عشان خاطر ما يحصل لهمش حاجة أو ما يصابوش بالفيروس طبعا المدارس والجامعات عاملين أعلى مستوى من الاحترازات والإجراءات الاحترازية لكن إحنا كمان ليه ندور لازم نحافظ على نفسنا يعني من ناحيتين لازم نخلي بالنا ونشوف كمان الأعراض الجديدة لدلتا ومش دلتا والحاجات العجيبة العمليين بنسمحها دي أي أن كان أساميهم الطبية أو العلمية لما في الآخر هو بنسبلنا فيروس وقاتل وبيوصدنا فربنا يا رب ينجينا من هذا الفيروس لكن برضو إحنا علينا حاجات لازم نعملها عشان يبقى عملنا حتى اللي علينا قدام نفسنا وقدام ربنا وقدام أهالينا فربنا يكرمنا إن شاء الله ويشفي كل مريض ويبدأ عندنا كل سوق وشر بإذن الله هنتكلم في أول فقرة معايا مع ضيفي الكريم عن أهمية توطين صناعة اللقاحات وأهم نصائح السلامة العودة للمدارس والجامعات ضيفي الكريم دكتور محمد البتنوني أستاذ أمراض الصدرية كمان في فقرة تانية نتكلم على برنامج أكاديمية شباب المتوسط بالتعاون مع وزارة الشباب هيكون معنا ياسمين علاء المنصق الأكاديمي لأكاديمية شباب المتوسط نعرف منها أكتر عن هذا الموضوع هنطلع فاصل سريع مشاهدين الكرام ونبدأ على طول أولى فقرات حلقتنا نخليكم معنا أهلا بكم مرة تانية مشاهدين الكرام أيام قليلة وولادنا هيخشوا المدارس وشبابنا هيخشوا الجامعات وإحنا بننزل نروح شغلنا والدنيا ماشى الحمد لله بفضل الله لكن لازم نخلي بالنا عشان خاطر الفيروس أو فيروس كورونا بشكل عام منتشر وقلنا قبل كده في الصيف يمكن كان العادات كانت قليلة لكن ابتدت مع سبتمبر هنخش بقى في سادكت إيه لدي عنده برد ده فيروس ده كورونا ده برد عادي نتعامل مع كل ألوار البرد إنها كورونا حاجات كتير جدا لازم نسأل عليها بس نسأل الناس متخصصة أنا معي ضيفي الكريم النهاردة مكتور محمد البتنوني أستاذ أمراض الصدرية هنسأله ونصبح عليه ونسأل كل اللي إحنا عايزينه ونتبع هذا الكلام يا جماعة عشان خاطر ربنا يلقينا أي شهر صباح الخير يا دكتور رزيح صباح نور يا فانو بقنا وسهلا أخوار حدوك نبتدي منين الحكاية كيفية التعامل وكيفية الحفاظ وكيفية الوقاية عشان البناء ده ما يصبش بهذا الفيروس ولو أصيب وهو كان يتحظه حلوة ومشيت الأمور بطريقة كويسة ما يصبش حد تاني ممكن لقدر الله يتعب بشدة فبالتالي الحكاية بدايتها ونهايتها حتى تنتهي إن شاء الله عبارة عن احتراس يعني حرص يعني أخذ الإجراءات الاحترازية قدر الإمكان بطريقة سليمة قاعد في مكان مكتب وناس رايبة مني قاعد في واقف في أسنصير واقف في مكان مزدحم لازم أبقى لابس المسكو طول الوقت الكحول في إيدي طول الوقت أو حنفية وصابونة وجنبي بحيث إن أنا ألمس أي حاجة أطهر إيدي في ساعتها التطيير الإيد ده بيبقى مهم جدا 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 نحن بنلمس حاجات كتير جدا طول اليوم وفي نفس الوقت طبيعي اللي احنا بنهرش شوية بنحط قديرنا على حين بقنا فممكن نوصل الفيروس للفم أو نوصله للأنف فبالتالي يحصل عملية العدوى نفسها ويكون ما فيش حد قدامي يكون أنا لوحدي فبالتالي لازم أكون حاطت إن نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة مية حتى نهاية هذه الجائحة هو الإجراءات الاحترازية إن أنا أقي نفسي ضد شر العدوى تمام دكتور يعني هو إمتى بقى هنوصل للفل الوحش ونعديه اللفل الوحش يعني اللي احنا بنكلم اللي هو بقى يعني خلاص آخر حاجة بقى من التحورات الفيروسية بص هو التحور دلوقتي اللي موجود في مصر 80% أو حاجة 80% منه يعتبر دلتا احنا قلنا دلتا يعني أو يعني أشارنا قبل كده في حاجات كتير فما كان كتير نتكلم فيها إن الدلتا ده مش أقوى أو أشرس لكن هو أكثر انتشارا وهو 40% أكثر انتشارا من السلالات الأخرى فاللي احنا بنكلم فيه يعني احنا يعني الفيروس بيفضل يتحور يتحور لغاية ما ينتهي فإحنا خلاص يعني اتحور كذا مرة في الفترة اللي فاتت فنتمنى من الله مع التطايمات مع الناس اللي تعدد يبقى يحصل نوع من المناعة الجماعية لغاية ما ينتهي هذا الموضوع إن شاء الله ويبقى اندمك يعني يبقى حاجة بتحصل بقى موسمية كل سنة زي فيروس الانفروانزا وبنقيها بالأمصال قبل ما يدخل الموسم بحيث الناس تبقى خلاص يبقى ده مرض مش ايه عارفين التحور بتاعه ابتدى يبقى كذا فيطلع المصل بيتعدد المصل كل سنة زي الانفروانزا فيروس كذا فاللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي احنا دلوقتي في موجة او طفرة راحة ناحية موجة موجة دي معناها ارتفاع عدد الحالات اليومية وعدد الاصابات اليومية وارتفاع لقدر نسبة الوفيات فيفضل بقى اللي احنا نبقى يعني حطين في دماغنا إن احنا الفيروس زي ما ماتش عشان الناس في فترة من الفترات لقى الاعداد قلته الدنيا تمام فالناس بتاخد راحتها الاخر طبعا زي ما شفنا الصيف ده في السواحل عموما وعلى البحر وعلى الشطان كانت الناس يعني ياخد راحتها الاخر فهي يعني يفضل اللي احنا ناخد بقى الفترة تمام طب دكتور هل حاليا الفيروس بيتنقل بالنفس او في الهواء؟ لا في الهواء لا هو مش ايربورن يعني مش ايربورن مش موجود في الهواء اما في الحالة دي ما فيش اي محد ما يكونش تعدى لكن احنا منتكلم انه هو دروبلت انفكشن دروبلت اللي هو الرزاز الرزاز ده طول ما احنا منتكلم قصاد بعضه في مسافة بيننا قويسة يبقى الرزاز ده غالبا مش هيعدلينه لكن يفضل عشان ما حدش يكون مثلا بيكح او بياطس فهيفضل الرزاز يوصل لمدى ابعد فيفضل لما يكون دايما يبقى فيه يعني للاحتراز لازم يكون فيه ماسك او على الاقل فيس شيلد لو انا مش اقادر البس الماسك انه فيه ناس برضو عندها يعني نوع من الكروسروفوبيا او خوف من الحاجة المغلقة فالماسك من بعد شوية بيديهم احساس بضيق النفس صحيح طب دكتور انا هسأل حاجة كل اسئلة اللي بتيجي على دماغ حد من السيدة المواطنين العين ممكن يتنقل من خلالها يعني فيه احتماليات وفيه دراسات بتقول ممكن يتنقل في خلالها بس يعني طبعا ده يعني دراسات دي مش يعني مش يعني ما اسبتتش بالدليل القطع فالعين دي اقل حاجة ممكن نحطها كمصدر الاصابة تمام هم الفم والانف تمام طيب يا دكتور لو واحد ماشي في طرقة وعطس من غير ما يعطس في الاجراءات اللي احنا ورح ماشي وانا ماشي وراه ما عرفش ان حد ده عطس هل الفيروس بيرضى اللي واحد في الجو لا ما عاش قاعد في الجو دي درابلت بتنزل على الارض ما فيش حاجة بيقى ربع ساعة ونص ساعة وساعتين وكامل ما هو ده يبقى اسمه ايربورن ايربورن يعني موجود في الهوى تمام ببعناه ما فيش حد مش هيتعدي فهو ام لا مش ايربورن هو درابلت فاول ما بيعطس وبدال ما عطس في وشي ما هو عطس في وشي بانا اخدته تمام لكن عطس في اتجاه عكس اتجاهنا كنت ماشي فيه وقع الارض خلاص يبقى انتهى الموضوع طيب دلوقتي احنا بنركب مواصلات تمام نركب مترو الناس شددين جدا الاجراءات الاحترازية في المترو المواصلات الحكمية بلزبط لكن المواصلات الخاصة مش قادر احكمها ما هي دي بقى اللي يحكمها اللي خايف عن نفسه ما هي اللي خايف عن نفسه وخايف على عيلته هو ما يفتكرش ان هو مسلا لو ربنا بدي له الصحة وان هو هو متوقع ان الموضوع بس مع ان يعني مفيش حاجة اسمها هتعقى يعني مش معناه ان انا شاب مش معناه ان انا صحيتي كويسة عندي تلاتين ولا عشرين سنة معناه ان انا يعني يوم ما يحصل لاصابة هتبقى اصابة هفيفة لا مش لازم ممكن في ناس صغيرة وبيحصلها اصابات شديدة جدا صحيح حسب الحمل الفيروس اللي اخده فبالتالي انا ما بقعد دي مسئولية مجتمعية قاعد في وسط ناس لو انا حامل الفيروس وانا مش عارف او انا اصبت به مسلا من يوم او اتنين حبقى في عرض ان انا اصيب الناس اللي حوليها فده الناس اللي حوليها دي انا بأزيهم دي حاسب عليها تمام نمرة اتنين عندي بعد كده اهل اللي في البيت طيب انا دلوقتي اما حرص والبس ماسك يبقى انا في العادة او طبيعي ان انا ما بقاش اتعديت فبالتالي اهل في البيت سواء الاب او الامة او الاولاد او الزوجة ما يتعرضوش للفيروس والعدوى نفسها تمام طيب دكتور قبل ما نخش ازاي نقدر نحافظها نفسنا وولادنا داخلين مدارس وجامعات الحاجات اللي احنا بنشتريها بما انه باللمس بقى الحاجات اه كياس بنجيبها من السوبر ماركت واحنا بنعمل شوپنج في السوبر ماركت او بننزل نشتري من عند البقال او بنجيب اي حاجة من الشارع وبندخلها البيت نتعامل معها ازاي؟ نتعامل معها هادي خالص احنا بنطهر ايدينا زي ما اتفقنا اي حاجة ندخل الكياس دي بننماها بعد كده كلها بنخسر ايدينا كويس الكياس دي بنماها الرمية ونخسر ايدينا كويس جدا ونسيبها شوية سواء احسيبها في مكان مفتوح في المطبخ او في البيت لغاية بس الفيروس بياخد كم ساعة وينتهي يعني هو الفيروس لا يعيش على جماد الفيروس عشان يعيش ويفضل موجود ويقدر يتكاثر لازم يكون على كائل حي تمام طب هنا معايش استحملني شوية في اسئلة نعفناها لا لا بالعكس للعكس للعكس لأ المهم الاسئلة التي جيب بأدماج الناس لو انا بشتري حاجة فروزن مثلا فرخة مجمدة والراجل عطس والدهالي مثلا او كحة او احصلها او انا حططها في الفريزر لا انا معرفش حططها في الفريزر هل الفيروس ممكن يعيش في الفريزر ما هو عاييش في الفريزر قد ايه ما هو عاييش ليه وقت ببعض ما هو في الاخر هو وقف على جماد فوانس ان في جماده بقى خلاص ما فيش ما فيش فيروس بعد شوية الفيروس بيموت فانتهى الموضوع انت بطلت الفريزر معنا انت هتحطها يوم ولا اتنين انت خلاص عادة بقى اي وقت ممكن يكون الفيروس يبقى فيابل وانه هو يقدر يتنقل لك طيب انا استاذ الحياتك احنا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني بقى نتكلم على ازاي ان احنا نقدر نحافظ على ولادنا ونستعد ازاي للمدارس والجماعات مشاهدين الكرام معنا ضيفي الكريم دكتور محمود البتنوني استاذ الامراض الصدرية وكلنا نتكلم على فيروس كورونا والتحور واللي حاصل دلوقتي هنركز شوية ازاي ان احنا نحافظ على اولادنا وازاي نستعد لدخول المدارس والجامعات نبتدي منين يا دكتور برضو الحكاية في الحتين طيب نبتدي الاول بالاطفالنا الموجودين في المدارس اللي هما مش يعني مش محطوطين في خطة التطايم في الفترة الحالية اللي هما اقل من 18 سنة ولدنا يعني طبعا لازم يكون في كل مدرسة هتطبق لاجراءات الاحترازية سواء تابعة للحكومة او المدارس الخاصة الاجراءات الاحترازية دي يبقى فيه مشرف عن كل فصل فيه مدرس الفصل لو مثلا اطفال صغيرة يبقى هو ده المسؤول عن الفصل بيبقى واخد باله ان الاطفال اما لابسين مسكاتي اما لابسين الفيس شيلد او الغطاء الوجه الشفاف الفيس شيلد مستو انه هو الناس بتتكلم يبقى شايفين وش بعضه وابتسامة الكلام لغة الشفاف نفسها فبالتالي احنا نقدر نقول ان ده يقدر يجب الماسك لو انا مش محتاجة ولو طبعا قدر ان هو يقنع ابله ان هو يعني يلبس الماسك والفيس شيلد مع بعض يبقى الف خير وبركة يبقى ده اكثر وقاية الطفل صعب جدا انت تفهمه انه هو بيطهر ايديه او بيغسل ايديه كل شوية لكن احنا لو مدرسنا او المشرفين على الفصل قدروا ان هم يحثوهم على غسيل ايديه كل شوية او تطهيل ال ايديه كل شوية دي حاجة تبقى حاجة تبقى كويسة جدا التباع والطبعا في الفصل مهم جدا ما يبقاش الاطفال لازقين في بعض بحيث اللي احنا يبقى عندنا فرصة ان العدوى ما تبقاش تتنقل بسهولة تمام نمر اتنين التوعية للطفل الطفل عموما يعني دي حاجة جات وجائحة جات والحمد لله على كل شيء لكن فرصة الناس تعلم انها تخسر اديها او البول فرصة الناس تعرف انها تطهر اديها او البول تاخد بالها ان ما يكونش نفس في بعض عشان اي حد حامل لاي عدوى مش لازم الكورونا او صحيح انفلونز على اي حد ما ينقلش العدوى للناس انت تعرف طبعا العداد كانت البوس اما بين الرجالة والستات اه يعني الرجالة مع بعض والستات مع بعض البوس والتحية لازم تكون بالاحضان والبوس ممكن طبعا فيه حجز وفيه كل حاجة لكن ما يبقاش الموضوع بطريقة عشوائية كده على طول طول الوقت يمكن ده يقلل العداد دي بعض الشيء السلام كويس بس يعني ايه يعني مهمة بعد الناس يقولك دكتور محمود ده حبيبي مش ممكن يكون عيان ويسلم عليه ويبوس ما هي دي النقطة باللي بنتكلم عليها الطعنة لا تأتي الا من الاقربين فالنقطة كلها انه انا متوقع ومتوسم في حضرتك ان انت وعندكش طب ايه على اساس ايه فبالتالي الناس كلها بتاعدي بعضها بهذه الطريقة فدي قصة مهمة لازم نبتدي نوعي اطفالنا عليها ان هم يبقوا عيين في هدف المستقبل سلام باليد ماشي بنغسل ايدينا دايما باستمرار لكن سلام باليد ده مش دلوقتي يعني نكلم في المستقبل لكن يبقى نوع من الانتميسي او نوع من الحرارة بعض الاحضان طبعا بين الاهل وبعضيهم وبتاع ده طبعا ده شيء مهم جدا نفسيا لكن الحاجة اللي تفرق وتفرق كتير قوي 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 ان احنا يبقى فيه رقابة صارمة طول الوقت ان الاطفال بيتعيدوا صحيح عدوى وبتظهر عليهم اعراض بس بفضل الله الاعراض دي بتبقى اعراض برد عادي معاها ممكن حرارة وبتخفى بالمضادات الحيوية العادية وبعض الادوية البسيطة المشكلة ان هم لو احد من الاطفال اخذ عدوى حينقلها الاهل وكل سوء عين للأس فما حدش عارف الاب والام عندهم فيه امراض فيه مناعة ضعيفة فيه استجابة مش كويسة للفيروس فمش عارفين مين اللي حيت ايدي من العدو ده دكتور سؤال دلوقتي الاطفال بيروحوا المدارس وكل واحد يروح شغله بالليل الملوت السغنون او الولد السغنون بيجي ننف حضن اهله متعود على كده وما نقدرش نحكول ايش وانقول لا يا حبيبي رح ننف حضنه ما هو بس ببنعمل ايه لا يعني برضو دي لازم تحصل بس هي النقطة كلها اللي احنا بنتكلم اخسر ايدي كويس حبيبي عملت ايه عملت ايه يا بنتي وتيجي بتننف حضنها مش لازم ننف بقه يعني لو هي نايمة اه ما هو النفس بقه ساعته مش هبقى انتمت مش هبقى انتمت اه دي بقى الحاجة اللي احنا لا يمكن ان احنا نقدر نتجنبها لكن يعني قدر الامكان برضو يعني ده نوع من التربية ونوع من الحاجة بقى دي بتاعت عائلات لازم يكونوا فيهم ترابط لكن بنقول نفس ما بقاش قريب من بعضه الام بتبقى اوعى فبالتالي بتبعد نفسها عن نفس بنتها قدر الامكان تاخدها في حضنها لكن بتبقى مفيش نوع من اللي النفس بقى قريب من بعضه القدر الامكان تمام طب يا دكتور خلينا نعدي المدارس ونروح للجامعات انا للشابة بقى مستصعب السن ده جدا لان هو كل حاجة بالنسباله بيبقى عارف حاجة بيبقى يبقى جامح كده ايه اللي انت بتقوله ده يعني ربض الطبيعي يا عم تكبر دماغك بقى فيروس ايه بتاعي فاكس و هو فاكس دي انا تقاليه دي بس لست سبع مرات و دي في تعامل اتتيوت طبيعي في اتتيوت ده 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 بتاع السن ده لا هي بس التوعية ان هو خوفه مش على نفسه خوفه على المجتمع اللي حوليه كنوع من المسؤولات المجتمعية و خوفه على اهله فلو هو سبب ضرر لحد من اهله او حد تعادى و حصل لقدر الله اي حاجة سيئة للفرض العيلة ده اكيد هيبقى في حالة ازمية نفسية صعبة فسهل جدا نحن نعمل محاضرات التوعية اول اه بداية الدراسة اه طبعا البرامج التليفزيونية السوشال ميديا نقدر نوعي الناس ان انت راجل شاب و ممكن دم الامور طبعا ممكن ما تعديش ممكن تعدي بصعوبة لكن احنا هنتوقع ان هي تعدي بطريقة بسيطة فالمطلوب ان هي اه تاخد بالك واسقوي بحيث ان احنا ما نعديش الناس اللي حولينا فالتوعية اه لهذا السن اه اهم من امر في هذا السن هو حيرفض النصيحة وحيرفض او قدر الامكان حيحاول ان هو يخرق القانون او يبعد عن الاجراءات الاحترازية المأمور بيها لكن هو اكتشولي الشاب مستو او تفكير الشباب رغم الجموح وفي التفكير والاتتود السريع والقوي ان هو لو اقتنع بشيء حيعمله عنه طبعا حيعمله كويس وعلى احسن وجه يمكن احسن مننا احسن مننا بالضبط فهي بس الاقناع والتوعية لهذا الموضوع طيب دلوقتي المحاضرات في الجامعات طبعا الجامعات كلها بتبقى واخد اجراءات احترازية والواسع وبعيدوا عن بعض وحاجات دي كلها وبيفتحوا الشبيك وحاجات دي كلها انا بقى كطالب دوري ايه اعمل ايه دوري ان انا محدش اقرب مني نفسي انا دوري نفسي او اوعي حد ناقي ناس متتكلم من غير ماسك يا جماعة طب المسوا ماسكات وعضوا الكريم ومعطوا النهار مش مشكلة يعني دوري الاساسي ان انا احافظ على نفسي ان انا وانس حافظت على نفسي انا حافظت على بيت الناس كلها يعني سواء الزمالي في الجامعة سواء في المواصلات سواء الاهل في البيت يعني ده دور في الاخر ان انا اخد اجراءات احترازية بكل صرامة اعملها بكل صرامة بهدف الوعي زي ما انتفقنا انا وعيتك ان انت ممكن تأذي غيرك ولغيرك دور ممكن يكون قارب ناس اليك وساعتها الزمالي بتبقى قاسية جدا قاسية والناس بتبقى في حالة يعني ربنا طبعا ما يقول الناس وانا مش بخوف الناس ان انت شاير ان انت سببت في ده او حاسس ان انت ممكن تكون السبب يعني ده بيبقى احساس بالذن بطول الوقت ومحدش حتى عايز يشوفه ولا يحسه فبالتالي لازم افهمه ان ده ممكن يحصل يعني دائما الناس عندها concept او المبدأ ان انا لا ده بيحصل الناس مش ليه لا ممكن تحصل لأي حد بس فلازم تحط ده في دماغك ولازم تحط ان النسبة بقى نسبة للحصول او نسبة العدوى او نسبة ان لا يحصل لي اعلى بكتير عشان احنا في جائحة في العالم كله وفي فيروس سريع الانتشار بطريقة رهيبة هل يا دكتور اتعامل مع ان كل الناس عندهم كورونا قدامي وحافظ على نفسي بالعكس بالزبط حتى الانتشار انا بالنسبة لي كل الناس قداموا من عندهم كورونا كل الناس اللي قدامي كل الناس بتعامل معهم عندهم كورونا وانا عندي كورونا بالنسبة له بحيث ان احنا لو اخذنا بالنا من بعضنا لفترة ما هنرجع للانتمسية او نرجع للحميمية مرة اخرى بعد ما نكون الفيروس ده انتهى وتحور حتى انتهى والناس اتقامت بقدر كبير جدا والعدد كبير من الناس كانوا قريب يتعادوا فحصل نوع من المناعة الجمعية فابتدينا نقدر نعيش ونفتح لحياتها الطبيعية المجال الطبيعي كما كنا ما قبل هذه الجائحة طيب يا دكتور دلوقتي إيه الأعراض الجديدة؟ يعني إحنا نعرف منين؟ يعني اللي واحد ممكن في ناس بتقول ما فيش أعراض خالص وناس بتقول الأعراض العادية عايزين نعرف الحقيقة إيه؟ بص لا هي الأعراض واحدة طول الوقت ساعة بيزيد بقى الموضوع بتاع الجهاز الهضم شوية بعض الأحيان الحرارة على فكرة الناس بتقولك قال هلا أنا جاي حرارة بس يعني ما فيش ثمانية وتلاتين وقعدت ولا سبعة وتلاتين وسبعة شرط وقعدت ساعة ولا بتاعه راحت لوحدها مع أرس البنادولة أو راحت لوحدها وخلاص يبقى أنا مش عياة هي الإنكار بس في المرض دي مهم جدا عشان الإنكار ده بيبقى واضح جدا 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 لأن الناس عايزة تحس أنها مش مريضة فبالتالي يقول له لأ أي دور برد أي حرارة ولو بسيطة اعتبر نفسك كفيد لغاية ما الدكتور بتاعك يقولك والله لا أنت ما فيش عنده عندك تبقى في الحالة دي ما عندكش لكن الحرارة البسيطة دي كافية أنها تكون أعراض واضحة جدا للكورونا الإسهال الصداع فأخذنا حاس الشام والتضاوق دي مش بكثرة اللي يام دي مع الدلتا فيروس مع الدلتا فيرينت يعني من الفيروس والصداع طبعا وزغلت العين دوخة النهجان طبقة النفس ألام العظم وتكسير الجسم كل حاجات دي أعراض مريضة في ناس طبيعي عندهم نهجان وناس طبيعي عندهم طبق النفس وناس طبيعي عندهم ضعيف أعرف منين الحاجات دي الطبيعي بتاعه حيحس أنه هو لأ أكثر من الطبيعي وأنا ضغطي عالي مثلا طول الوقت بزغل ولا مش مزبوط بزبط يبقى أكثر من الطبيعي يبقى أنا بالنسبة لي شايف حاجة غير الحاجة اللي أنا متعود عليها يعني مش معناه أنه نظر مزغل أو عندي صداع أو أنا بيجي لي صداع على طول لا إحنا بيجي لي صداع على طول وباخد كذا بيفك معاهم أنا بعد تعاملي مع هذا يعني أي حاجة غير طبيعية أزيد من الطبيعية بالنسبة لي حتى لو نفس العرض بس أزيد من الطبيعية زي الإحساس من نهجان أو إحساس بضيق النفس فممكن عندي إحساس من نهجان أنا ما عنديش قدرة إن أنا ما بتحركش كتير فما عنديش لياقة كويسة في الناس بتشرب سجاير ففي نوع من النهجان مع المجود لكن مرة واحدة يلاقي إنها جاندة بزيادة أكتر مرة واحدة تدهور فكان بيروح الحمام ويتوضى ويصال ما بيحصلهش حاجة لكن ينزل مثلا يتحرك ممكن ينهك شوية يلاقي نفسه لأ هو جسط يروح الحمام هو بينهك جسمه مكسر على الآخر ما ليش حد جسم مكسر طول الوقت غير الأمراض الناس عندهم أما الأمراض شبه روماتيزمية أو روماتيزمية ألام روماتيزمية وهو بيبقى عارف طبيعة الألم لكن إذا ما تكون زيادة أو القدر شديد جدا هتدي يعرف إن في حاجة مختلفة يقدر يفرق تمام لكن تفرقة بقى البرد ما مني كوفيد يعني ما فيش فرق أنا عندي الأعراض دايما كلها واحدة لكن لازم نعرف إن أنا وانس عندي برد أنا هعتبر نفسي كورونا لغاية ما يثبت إن ما فيش العكس وغالبا إن الفيروس بيجب على معظم الأدوار البرد الموجودة فمهما كان بنشوف حد جاي عنده برد عادي غالبا بيطلع فيه نسبة أو التهاب سواء يعني بسيطة أو لا قدر الله ممكن تشد بعد جدا ولازم نحضر الناس مش تخويف إن في البداية ممكن تكون أعراض بسيطة جدا تلحق ولأ ومش تلحقاش أنت بتطنيشها وتيجي بقى على اليوم التاسع من بداية ظهور الأعراض أو العاشر أو الحداشر تبتدي الأعراض تزيد بشدة بالنسبة الأكسجين نزلت ومضطرين نحن نتحجز في العامة مركزة وتتضاهر الأمور بشدة وندخل في السايتوكانيستورم أو العاصفة التهابية الشديدة اللي بتحصل بالذات مع مرض التهاب ربنا بسلام ربوش فينا كلنا طب دكتور هو بيشتغل على الرئة صح؟ بيعمل جلطات في الرئاس صح كده؟ الأعراض إيه؟ لا بص هو بيعمل جلطات في الأوعية الدموية عشان بس الناس تبقى فاهمة برضو ودي برضو سؤال كويس أنا حضرته فيه فارق كبير ما بين الجلطات ومسيلات الدم اللي بنيديها في بعض الأحيان كوقاية أو عشان ما يعصلش هذا النوع من الالتهابات من الجلطات أو الأدوية اللي بناخدها كالعادة فوق سنة الأربعين أو الناس اللي عندهم أمراض قلب اللي هي الأسبرين الأسبرين ده مادة بتمنع البلايكتز اللي هي الصفايح الدموية إن هي تتجمع مع بعضها تسمية أجريجيت يعني تبقى عاملة زي تلزق في بعضها تبقى عاملة زي جلطات صغيرة فتسد الشرايين التاجية للقلب فبالتالي ممكن تؤثر على المريض والأسبرين ده لازم ناخده يومين يا دكتور ده الناس فوق الأربعين طبعا بينصح طبعا من ده كتفة القلب وأساتذة القلب بينصحه دايما إنه هو فوق الأربعين سنة الناس المدخنة الناس اللي عندها أمراض في القلب بالناس اللي عندها ضغط فبيفضل إنه هم فوق الأربعين سنة وبالذات في الرجال أكثر من النساء لغاية ما ياخده لكن الدواء التاني اللي هو مسيل للدم ده لمعاملات التجلط في الأوردة اللي هي الأعميقة أوردة مش الشرايين زي مش زي الأسبرين زي البليجيتس الأوردة فيحصل نوع من الجلطات الجلطات تتكون في أل أوعية دموية عموما أو في رجلين أكتر وبعد كده تنتقل مع الدم إلى الرئة فتعملي جلطات توصل الرئة تمام ربنا يسلم يا رب طب آخر سؤال أنا عارف أنها تعبت حضرتك ويمكن الفقرة جرت بس من خمس دقائق عبير رحمة تقولي لكننا عايزين نستفيد أكتر بوجود حضرتك معنا أهمية توطين صناعة اللقاحات في المصر إحنا الحمد لله ما شاء الله عاملين شغل عالي أبو فترة فيك بص إنت يعني هنبصلها كطب وكاقتصاد كطب طبعاً أنا وطن الصناعة بتاعتي وأنا وردي عندي فاكسيرا يعني حاجة شركة عظيمة جداً تعمل القاحات محترمة جداً وبتوفر القاحات سواء بقى اللي بتعملها أو غير اللي بتعملها لكن أن أنا أعملها في بلدي دي مهمة أن أنا قدر أوفر لكل مواطن أي حماية ضد أي مايكروب أو أي فيروس فتوطين الصناعة دي مهم جداً صحيح ثانياً أنت في جائحة أكلة الأخضر واليابس في نظم العالم دول العالم فما تكون أنت من الناس المصنعة وبعد كده إن شاء الله من المناس المصدرة فبالتالي أنت برضو يعني يعني طلعت من الجائحة ربا دارت النافعة صحيح بحيث أن أنت تقدر أنت تستفيد حتى من وجود الجائحة أن أنت تقدر تساعد ناس أخرى وفي نفس الوقت يبقى فيه دخل البلد غير أنت قادر تحمي كل مواطنين بتوعك أكيد دكتور الحمد أنا بشخص عليك شكراً جزيلاً على المعلومات الفقائل المدي جد شرفتني في مصر شرف لي أكون متواجد شكراً جزيلاً مشاهدين الكرام هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل مع بعض مصر جميلة الكرام فقرتنا الحالية نتكلم فيها عن برنامج أكاديمية الشباب المتوسط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومعانا المنصق الأكاديمي لأكاديمية شباب المتوسط ياسمين علاء نقول لها صباح الخير صباح الخير إزاي حضرتك الحمد لله نبتدي منين بقى حكيلي إيه الموضوع هو البداية بتاعتنا إحنا كمؤسسة شباب المتوسط ابتدينا إحنا كمجموعة من الشباب لينا توجه أكتر إن إحنا حابين الناس تعرف أكتر عن دول البحر المتوسط الفكرة دي اجت لنا في أغسطس 2018 بشكل رئيسي ابتدينا المؤسسة ابتدت تتسجل يعني طبع وزارة التضامن في يناير 2019 وبعد كده بقت إدارة مركزية في يناير السنازي فهي المؤسسة عامة بتشتغل على كذا مجال زي مجال التبادل الثقافي إنهما زي فيه كذا برنامج بيعرفنا أكتر على دول البحر المتوسط فيه زي التطوع الدولي طلعنا أكتر من خمسين شاب وشابة من المناطق الحدودية والناس الأقل فرص يعني في مصر زي ودناهم دول مختلفة زي كبرس اليونان بلغاريا أسيتونيا ليدفيا دول كتيرة طبع البحر المتوسط كمان عاملين برنامج عن التشبيك والمساحات الأمنة طبع الشباب وكان برضو أكاديمية شباب المتوسط كانت جزء من مشروعنا لبناء القدرات وكمان دلوقتي بنفكر إنه إحنا نعمل حاضنة لريادة الأعمال تمام كل ده نروح على يا ياسمين كده واحدة بعدها وقولي لي إيه الفئات المستهدفة أوكي طبعا إحنا الأساس بتاعنا هو الشباب طبعا من كلا الجنسين من 18 سنة ل 29 سنة ده وطبعا سن الشباب المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي بس موليار قالك من 7 ل 77 سنة ممكن نخش معكم في الحكاية دي ولا عد علينا خلص طبعا تنوارنا والله مرسي ربنا أهم من المجالات اللي أنتم بتدخلوا فيها أو بتتكلموا عنها هي المؤسسة عمتا زي ما قلت لحضرتك هي مهتمة أكتر بموضوع التبادل الثقافي والتطوع الدولي وبنعمل حاجات مختلفة إذا كانت في مصر أو في دول البحر المتوسط أما الأكاديمية كان لنا خمس موضوعات مهمة وهي كنا بنتكلم فيها عن المساوامة بين الجنسين تغير المناخ التطرف الهجرة الغير منتظمة وهكذا وكان عندنا يعني كوكبة من الشرقات المختلفة في الأكاديمية دي علشان نقدر ندي خلفية للشباب والشبات يعني بالأساس تمام مع وجود فيروس كورونا ويمكن من فقر القوة كنا من نتكلم عليها ربنا يا رب نجينا كلنا رب وإيش كل مريض يعني بتتعاملوا إزاي فيديو كونفرنس في إيه الإجراءات لإحترازية بتاخدوها بتعملوا إيه؟ طبعا إحنا لما جات لنا فيروس كورونا زينا لأن إحنا كمان شباب كلنا طبعا كلنا اتخضينا فإحنا ابتدينا نستخدم بالأساس الإنترنت وطبعا كل الميتنس بتاعتنا كل الفعاليات ابتدت أونلاين بس كنا حابين أن الأكاديمية دي ترجع تاني أوفلاين مع طبعا التباعد الاجتماعي وطبعا كنا بنعمل فيديوهات توعوية عن إزاي الناس مثلا تلبس الماسكس إزاي يستخدموا السينيتايزر إزاي يبقى فيه تباعد اجتماعي وهكذا يعني فكنا شغالين أونلاين حاملات يعني عن التوعية بفيروس كورونا تمام أنت قلت لي على بعض الموضوعات اللي أنتو اشتغلتوا عليها مايش موكتوهاية تاني ونتكلم فيها شوية موضوع الإرهاب أنا أنا قلتوه مثلا يعني الإرهاب والتطرف كان بالأساسي إحنا ما كناش حابين إن إحنا نعملها كمحاضرة أو ندوة أو حتى حلقة نقاشية إحنا كنا محتاجين نروح للجهة المتخصصة في الموضوع دوت فعملنا طبعا الزيارة للأظهر الشريف والكنيسة وقابلنا البابا توادرس في الكنيسة وتكلم معينا أكتر وابتدينا نسأله بشكل مفتوح ومريح جدا كمان المرصد الأظهر ابتدأ إزاي بيعرفنا إن هو إزاي بيكافح الإرهاب وكان معلومات لنا كلنا وكمان المؤسسة شباب المتواصد بتشتغل على الموضوع دوت زي برنامج إعرف المرصد أو وصيقة الأخوة الإنسانية ده بالأساس إحنا ابتدينا نعرف أكتر عن إزاي المؤسسات الدينية بتقدر تواجه الإرهاب والتطرف تمام الموضوعات الثانية التي تناولتها زي المساوامة بين الجنسين كانت عندنا هيئة الأمم المتحدة للمرأة إزاي ابتدوا يعرفوا أكتر عن الجندر وإزاي ابتدينا كمان نجيب لهم محاضرات تابعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة يبتدوا يعرفوا أكتر عن الجندر يعني إيه المساوامة بين الجنسين وكمان إزاي يطبقوها في المبادرات المجتمعية الخاصة بيهم وكمان نشتغلنا على تغير المناخ بشكل رئيس وكنا جايبين وكيلة وزارة البيئة يعني تمام اشتغلنا عملنا إحنا مين؟ مين زمالك؟ طبعا المؤسسة كانت بشكل رئيسي كلنا كنا جايين متطوعين ومتطوعات يعني فكلنا كنا فريق عمل وفريق عمل كمان من وزارة الشباب ورياضة بشكل رئيسي لأنهم الشركين الأساسيين في الأكاديمية وطبعا يعني أحب دايما أدمج المشاركين ومشاركات لأن احنا من غيرهم ما كناش هنقدر نعمل الأكاديمية دا بس فهو دا إحنا إحنا كمجموعة شباب دا شيء جميل أهمية العمل التطوعي من وجهة نظر طبعا يعني أنا شايفة إن احنا فرصتنا كشباب أو أنا كشابة في مصر أنا شايفة هو الطريق الوحيد اللي قادرين نغير بيه مجتمعاتنا أو إحنا مهتمين ببعض القضايا وعايزين فعلا نغير المجتمع طب هنبتدي إزاي هي فكرة هنبتدي إزاي دي بتيجي مفتاحها الأساسي هو التطوع فأي مؤسسة إذا كانت مؤسسة دي شبابية أو زي وزارة الشباب ورياضة مؤسسة حكومية أو حتى المنظمات بتاعت المجتمع المدني بتتيح لنا إن إحنا إزاي نتعرف على الخبرات ونبني إحنا كمان قدرتنا كشباب يعني في المجتمع فبالتالي أنا بعمل حاجة أنا مهتمة بيها وفي نفس الوقت بتعلم كمان فطبعا التطوع هو المفتاح الرئيسي إن إحنا نبني قدرتنا كشباب شايف دور الشباب إيه في الفترة والله أنا شايفان هو بقى دور عظيم جدا يمكن كنا بنتكلم فقبل كده إن إحنا في أجبير قوي في المجتمع مش عارفين نروح فين بس يمكن دلوقتي بالتوجهات الحالية لسيادة الرئيس أو بعض الجهات المعنية الخاصة بالشباب ابتدوا يبدأوا يمكنونا في المجتمع فشايف دور رئيسي وعلينا إحنا كشباب إزاي إن إحنا بقينا بنستغل قدراتنا بشكل رئيسي في المجتمع علشان نغير فأعتقد إن إحنا بقيناش دورنا اللي إحنا نتعلم ونشتغل لا إحنا كمان بقى دورنا إن إحنا نبدأ نغير في المجتمع ردت فعالك كمواطنة مصرية لما تلاقي وشباز وغنونة كده جميلة ولما تلاقي الدولة بتعملكم مؤتمرات شباب على مستوى عالي جدا سواء على المستوى الداخلي أو الانترناشنل كمان لذب وتلاقي رئيس الجمهورية قاعد جنبك وبيسمعك وبيديك فرصة أنك تتكلمي وبياخد نوتس في الأجندة بتاعته وتلاقي الأفكار بتاعتك بتتقال للوزراء إن هما الإمكانية تطبقها وتلاقي شغلك أو فكرك بيتهي تطبق تحسي بيه أنا بحس أننا بنعيد تاني بناء الثقة ما بين أنا كمواطن وما بين الأجهزة الحكومية أو يعني سيادة الرئيس أو الوزير بحس أن أنا قادرة متكافأ معي إن أنا قعدة معي ده بيكسر حتى يعني رهبط إن أنا خايفة من سيادته أو إن أنا ابتدى حد فعلا يسمعني بشكل رئيسي ده بيديني ثقة إن أنا ممكن أقدر أغير وأتسمع وبالتالي إحتياجاتي تبدأ تنفذ على أرض الواقع يعني فطبعا بيبني ثقة كبيرة فينا إحنا باتجاه الجهات الحكومية بيقوا بنفسنا كمان وبقدراتنا يعني دمي بعد الشباب بيبقوا يعني زي ما تقولي كده أما جات علينا بقى هعود على أسلوط الدنيا ما شعارف إيه يعني بيطنشوا في حياتك بس فيه شباب زيك كده شباب زالوارد كتير بيبقى عندهم فكرة بيقدروا يحاربوا عليها ومصممين ويدقوبين إنهم ما يحقق أقوى وبيوصلوا زي ما هيك وصلت بالفريق الأكاديمية كله عايز نصيحة للشباب عندهم فكرة بس يعني يقولك لأ مش هتيجي علي مش أنا اللي يعادل الميل مثلا أو لأ ده لسه عامل مش عايف إيه لأ مهم مش هيوافقوا مين مش هيوافقوا مهم مش هيحصل عشان أنا مش عايف مين ليه الرسالة كده للشاب تلوما مش عارفة يمكن أنا كمان كشابة لما بعض مع نفسي على أقل بحاول إن أنا أدور على حاجة أنا مهتمية بيها فعلا وأقول إن أنا لو غيرت واحد فرد واحد بس قادر الفرد ده وتنقل فكرته الفرد تاني الفرد تالت الفرد رابع فإحنا ده المجتمع المجتمع هو مجموعة من الأفراد فتخيل أنا لما ببدأ أتحرك على أرض الواقع إزاي بنقل المعرفة أو القدرات المختلفة أو الاسكالز اللي واحد لواحد لواحد فأنا كده بغير فهو البداية بس إن إحنا نتعب ونبتدي نتحرك ونجرب يعني ليه ما نجربش ده شيء جميل بس كده إحنا بنوري الشباب دول البحر المتوسط طب بنوري دول البحر المتوسط بلدنا بالزبط كده بنعمل إيه بنوريهم طبعا يعني في التطوع الدولي والتبادل الثقافي بالأساس المكتبين الرئيسيين في المؤسسة شباب المتوسط بيتعرفوا طبعا على الثقافات بتاعتنا بيبقى فيه جلسات خاصة بنعرفهم أكتر عن اللبس والأكل والثقافة إحنا بنعمل إيه بلدنا ديت متكونة من إيه وطبعا بيبقى فيه سياحة مختلفة للأماكن التاريخية عندنا يعني فإحنا زي ما إحنا بنعرف كمان دولتهم إحنا هم كمان لازم يعرفوا دولتنا وده طبعا بيبقى حتى بين علينا وعلى طريقة كلامنا يعني أنتو بتبقى صفر لمصر للناس التانية طب إيه أهم الحاجات اللي أنت شخصيا لما تيجي تتكلمي مع حد أجنبي تقوليله بلدي فيها وفيها وفيها بتبتدي بإيه؟ يعني أنت أنا راجل أجنبي قولي لك أنت بتقولي مصر إيه مصر فيها إيه؟ أول حاجة بقولهم مصر في الثقافة بتاعتها والحضارة أول حاجة بتيجي في دماغي أن أنا إزاي معتزة بالتاريخ وإزاي بقولهم دلوقتي أن إحنا مش كمان عايشين على أثار الماضي والتاريخ والحضارة لا إحنا كمان بنعمل وبنغير وعندنا أفكار مختلفة وأن أنا أدري أن أنا كمان أتنقل في حاجات مختلفة زي أن أنا أطلع لدولة أو أن أنا أشوف الثقافة أو الحضارة بتاعت الدولة فأول حاجة بتيجي في دماغي هي التاريخ والرموز عندنا التاريخية وكمان بقولهم إحنا بنعمل إيه دلوقتي تمام عادتنا وتقاليدنا بتقرب شوية من بعض الدول الشعر البحر الأبوض المتقصد لكن إحنا عندنا شوية حاجات كده يعني منفردين بيها تفتكر إيه اللي إحنا بننفرد بيه شوية؟ أنا بحس إن إحنا بننفرد دايما بخفة دمنا وزكاءنا يعني إحنا بنبقى عارفين كويس أو ينطلعوا من الموقف لو حد حرجنا عندنا ثقافة بنبقى عارفين أكتر منهم أحيانا عن الدولة عن دولتهم شخصيا يعني هم يعرفوا بعض الأهرامات عندنا شوية صحرة عندنا شوية كتاب والموضوع خلص على كده بس إحنا بنعرفهم أكتر لا إحنا عندنا كذا وكذا وكذا وإحنا كمان عارفين عن دولتكو كذا وإن إحنا كمان بنبقى مش رايحين كده إحنا بنبقى درسين الدولة اللي إحنا رايحينها وراحين نشوف المؤتمر بيتكلم عن إيه وإيه هي كانت إنجازاتهم لكن هم بيبقاش عندهم معرفة الكاملة اللي عندنا فأعتقد إن إحنا دايما بنتميز بالزكاء وسرعة البديها يعني إيه أكتر دولة أنت حبيتها أو الجروب بتاعكو حبها لما روحتوها أو شتغلتو عليها؟ هي كانت بالأساس في اليونان وبلغاريا يعني هما دلوقت يعني تلعوا وبعد الأكاديمية على طول تلعى ثلاث وفود لبلغاريا اللي تغيروا المناخ وكده هي دولة جميلة وهدية جدا التواقع بتاعتهم ممكن تكون مختلفة شوية فابتدينا نعرف أكتر بس اليونان كانت أكتر حاجة يعني بتعجبنا في ثقافتها إن هي كمان كان عندها تاريخ وإرث حضاري رهيب يعني فهي فعلا دولة جميلة إيه أكتر الدول قريبة مننا في عدتنا؟ وعندهم دم حامي كده زينا في اعتقاد يعني بما أني ما لفتش يعني معظم الدول وكده لأن شايفة اليونان وأسبانيا يعني شبهنا شوية وطبعا يعني لما بروح مثلا الدولة زي زي تونس المغرب والجزائر طبعا ليهم بالضبط كده ليهم خصوصية كمان ثقافية مختلفة شوية كمان عننا بس تونس قريبة جدا مننا الحامين شوية أسبانيا يعني تحسون دمهم حامي كده زينا صحيحة لما بتيجي تتكلمي مع الشباب في الدول الأخرى مين يعني بتتكلمي يعني مثلا بتتكلمي عن محمد صلاح يعني ما شاء الله معروف طبعا بتاخدي النجوم دي بيعرفينهم وحبينهم وعايزين يعرف عنهم أكتر يعني في بعض النجوم طبعا بيبقى عارفينها زي محمد صلاح طبعا يعني ده بيبقى عارفين بيبقى كمان مبسوطين جدا بالاستراتيجيات اللي بتحصل في الدولة عندنا اللي هو يقول لنا احنا سمعنا عندكم ان في حاجة جديدة عن استراتيجية مثلا للشباب مؤتمر الشباب اكلمونا أكتر عن الموضوع ده بيبقوا كمان حابين الأغاني بتاعتنا اللي هو يقول لنا اختارونا أغنية تبايلنا انتوا دلوقتي بتسمعوا ايه أو كده يعني فبيبقى في جو مختلف وأحيانا كمان لما بيبقى عندنا مشاركين من بعض المحافظات الحدودية زي سيناء بنوريهم الدبكة السينوية واللبس السينوي والحاجات دي كلها وطبعا بناخد لهم سوفينيرز يعني معين سوفينيرز والحاجات لقي الهاند ماد دي اكيد بت يعني من خني الخليل أعلته لا هم بيحبوا قوي الهاند ماد وإحنا يعني الحمد لله في فضل الله عندنا صناعية في الهاند ماد يعني حتى المعارض بلعاتنا لما بتطلق برة بتفرجي بقى خبال على يعمل ازاي حتى السوفينيرز والنون كده بيفرق جامد معهم صحيح؟ جدا جدا حقيقي وبيبقى مبسوطين جدا يقولنا الله دي حلوة جدا اللي هو طب هي غالية نقولهم لا على فكرة مش غالية خالص وإن احنا بنجيبها عادي من مناطق جنبنا وبنبيعها وبنشتريها عادي يعني وإحنا عندنا الناس كتيرة قوي شطرة في الحاجات وبيعملوها بمنتهى السهولة يعني هما بيحسوا نهو بيقولنا طب قد إيه مثلا وقت العمل اللي اشتغلوا فيه أو كده وإنهم لأ دا عادي دا طبيعي بتاعنا يعني إحنا بنشتغل على طول فهما بيبقوا مبسوطين جدا بالحاجات من مرورة نظرك يعني أنت بتعملي حاجة اسمها قوة نعمة يعني الدبلوماسية المصرية شغالة الحكومة والسياسة المصرية بتشتغل وإحنا كمجتمع مدني بنعمل قوة نعمة بنقرب للناس تبادل الثقافات تبادل الحضرات دور القوة النعمة من وجهة نظرك سريع طبعا يعني القوة النعمة بالأساس هي زي ما حضرتك قلت عن الثقافة وإحنا كمان بقينا كشباب بنتكلم على الدبلوماسية الشبابية وإحنا ممثلين غير رسميين بقينا صفراء بر فأعتقد يعني دا قمة القوة النعمة اللي إحنا بنعملها لمصر بشكل حتى غير رسمي ويبقى فيها تمكين كمان لنا فطبعا يعني إحنا بنقوي جدا من صورة مصر في الخارج وكمان في الداخل أكيد ياسمين كل التحية والتقدير لك ولكل زملائك في البرنامج الجميل دوت شكرا جزيلا لنورتيني في مصر جميل شكرا لجزيلا لحضرتك وشكرا لكل فريق العمل شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وبكده نكون وصلنا لهاية حلقتنا النهاردة وبكرة إن شاء الله فريق عمل جديد وخليك دايما الفاكر إن بلدك أجمل بلد في الدولي شكرا للمشاهدة